موسيقى الرئيس السيسي يتبادل التهنية مع زعمي الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك موسيقى وزير التعليم العالي والقائم لأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبع المركزية موسيقى ووزير التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يشهدون توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة للمخلفات الصلبة تلقى الرئيس عبدالفتح السيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتوجه الرئيس الفلسطيني بالتهنية بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار وأعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وامتنانه للرئيس محمود عباس متمنيا سيادته للشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والاستقرار هذا وقد أجرى الرئيس السيس اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للتهنئة بحلول عيد الأطحى المباركة وأعرب الرئيس السيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن بكل التقدم والازدهار وقد أعرب جلالة الملك عبدالله بن الحسين خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبا داعيا أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات أكد وزير التموين الدكتور علي المصلح أن المجمعات الاستهلاكية تستمر في فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيدة وأوضح وزير التموين أنه يتم يوميا ضخو كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى الخمسين في المئة من الأيام العادية تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان مستشفى الضبع المركزي وذلك في أطار متابعة سير العمل بخطة الوزارة للتأمين الطبية لاحتفالات عيد الأطحى المباركة ووجه الوزير بزيادة القوى البشرية من الأطباء في تخصصات المخ والأعصاب الأوعية الدموية التجميلة كما وجه بسرعة صرف المستحقات المالية لأطباء التعاقد وبالاستراع في تجهيز مسكن ملائم للأطباء لتحسين بيئة عملهم وشدد الوزير على الالتزام بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية بكافة أقسام المستشفى وكذلك صيانة المصاعد وأجهزة التكيف المركزية شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابع والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيل للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسي وحكمة المنظومة واستداماتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 19 طن من المواد الغذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية وعن مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الجذائية فقد تم ضبط قرابة 9 أطنان أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 611 قضية من بينها 53 قضية خبز نقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية فتم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 22 طن أقناح محلية